سؤال ممكن برضو يجي في ذهن حد يتفرج علينا ممكن يقول أنا ابن ما عندوش الخبرة التكنولوجية العالية اللي تؤهله ان يدخل جامعة بهذه التخصصات ممكن فيه ابنائنا كتير جدا من طلبة السنوية العامة لا مش بالقوة او بالكفاءة العالية في استخدام الكمبيوتر يعني عندهم الخبرة البدائية الاستخدام البدائي جدا ازاي ده يعني ازاي الطالب بيدخل هل بيتطلب تأهيل معين او درجة معينة من التأهيل عشان يقدر يخش او يلتحق باي كلية من كليات جامعة بصر المعلوماتية لا ده بيبقى دورنا حضرتك احنا في الجامعة ان احنا نعلمه ده يعني احنا عندنا احنا الحقيقة تمينا في الجامعة بجانب الاكاديمي والجانب العملي بما اني بنتكلم على سوء العمل فاحنا بنعمل لك نين الجانب الاكاديمي عشان نضمن ان المستوى يبقى مرتفع اكاديميا عملنا اتفائيات مع كبرى الجامعات في العالم بحيث ان احنا بنحاكي المناهج الدراسية بتاعتهم والطالب والله لو قدر يمشي المشوار بحيث انه يقدر كمان انه هو يدرس هو بيطلبه برضو انه هو فيه بندرس البرامج بتاعتهم هنا عندنا ثم بياخد بعض الكورسات حتى هم بيدرسوها له اونلاين برضو ثم ممكن يسافر السنة الاخيرة برضو في الجامعة الاجنبية بس اللي عايز اقوله هنا الاهتمام بان محاكاة نفس البرامج بنفس التدريس بحتى المعامل محاكاة المعامل بتاعتهم تبقى موجودة عندنا ده في قليات ايه بالزبط؟ عندنا مثلا في هندسة فيه اتفاقية مع بردو واسلافايات دي رقم اربعة على اليو اس نيوز عشرين تلاتة وعشرين رقم اربعة في تخصص الهندسة اتفقنا معاهم في الالكترونيات اللي هو تخصص عندنا الالكترونيكس وكوميليكيشن أو الالكترونيات والتصالات وهندسة الحاسب وعندنا اتفاقية مع مينسوتا توين سيتيز دي جامعة امريكية لكنين دول جامعة امريكية مينسوتا توين سيتيز مع تخصصات كلية علوم الحاسب والمعلومات بكل المسارات اللي فيها زي الزكال الصناعي وهندسة علوم البيانات وهكذا وعندنا اتفاقية مع جامعة اتوا جامعة اتوا فيها تلفل سكولوف مانيجمنت أو اللي هي ادارة الاعمال دي رقم واحد دي من اكبر واحد في المية في العالم على مستوى الجامعات العالمية فيه لانه هي وقتها حاجة بيسموها تريبل كراون اكريديتيشن أو الاعتماد السلاسي فبيسموه تريبل كراون اكريديتيشن وهكذا وفنون رقمية بدأنا ان احنا مش بدأنا احنا بدين يعني من شوية انما احنا شغالين على برضو اتفاقية وان شاء الله نوفق فيها طيب ميزة الاتفاقية دي كذا حاجة اولا اني طالب بنضمن المستوى العلمي اللي هو بيتعلمه اللي هو على اعلى مستوى محاكاة مع كبرى الجامعات احنا عندنا بقى الجانب الاخر والاهتمام بالجانب العملي حاليك احنا وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات عشان تنشئ هو اهتمامها ان احنا خريج يكون متفوق ومتميز في سوق العمل عشان يفتح اسواق العمل في هذه المجالة بنضربه فين بقى في مصر بنضربه اصلا وبش بس الاماكن احنا بنعمل اتفاقيات مع كبرى الشركات بقى في المجال القطاع ده يعني بنعمل مع يعني انا بش عايزة اذكر حد وانسى حد نعم احنا عاملين اتفاقية مع اي بي ام مع تيرا ديتا مع مايكروسوفت مع وزارة الاتصالات يعني الشركات الحقيقة التايكونز يعني بالزبط كده يعني ما كنتش دايما بفضل اذكر حشان ما بقاش نسيت حد انما الاتفاقيات دي كلها وتفعيلها بيخلينا بنعملها بقى باشكال مختلفة واحد منهم يمكن طبعا ان الطالب يتدرب عندهم ده طول السنة ولا سامر كامب يعني ولا حاليا بنعملها في الصيف لان احنا دلوقتي الطالبة في السنة التانية طالعين تالتا فبنعمل تدريب في الصيف انما كمان فيه جزء من بناخد بعض المقررات عندنا والجانب العملي بيطعم او بيدمج باحتياجات السوق من خلال الشركات البرامج التخصصية بتاعتهم فممكن تدخل جزء من المقررات كمان فدي مهمة اوي هو برضو اللي بيميز الجامعة في رأينا يعني هو كمان الاكوسيستم او تواجدها دي الجامعة الاهلية اللي موجودة في العاصمة الادارية في قلب مدينة المعرف اللي هي يعني منسميها الايتي هاب او المركز الايتي في العاصمة الادارية طيب ده معناته ايه؟ معناته ان الجامعة حواليها مؤسسات تدريب ومؤسسات بحسية تطبيقية متميزة الستارتابس او الشركات الناشئة في التخصصات اللي اتهمنا بدأت دلوقتي بتيجي ففي عشر شركات تعقدت ان هي تتواجد عندنا وعلى اساس حاضنة يعني محتضنة في مدينة المعرفة وهكذا وتباع يعني بخلال سنوات قليلة حريك هتشوف مجموعة من الشركات اللي متواجدة حواليهم طيب ميزة ده للطالب ايه حريك؟ ده لما ينطلق الطالب هيبقى مش مجرد بيتدرب التدريب اللي هو قبل التخرب لو ممكن ان هو يتدرب مثلا في صيف سنة تانية فيدخل في مشروعات معينة مع هذه الشركات فيزبط نفسه تبقى الشركة عايزاته لسنة يبقى بيطلع من المحاضر عنده بريك في النص يطلع للشركة يروح يكمل حاجة ويرجع وطبع في حاجات ممكن يعملها اونلاين ويقدر يبقى فيلانسر ويقدر يبتدي هو لو عايز يبتدي حاجة لنفسه حتى بايدا عن الكل ده يقدر السيفي بتاعه والسيرة الداتية بتاعته هتبقى مليانة بخبرات مختلفة من شركات كبيرة كفيلة انها تؤهله انه يشتغل على طول في شركات كبيرة جدا ده هي